اشتركوا في القناة اذا كنت من الاشخاص الذين يعانون من ضغط الدم المنخفض فيوصى بضرورة عدم تناوله لانه قد يحدث بعض المضاعفات الصحية ويؤدي للانخفاض الشديد لضغط الدم اثبتت الدراسات الحديثة اهمية الثوم في الحفاظ على الجهاز الهضمي كذلك يعزز وضائف جدار المعدة والامعاء لكن طعم الحاد للثوم قد يسبب تهيج القلون العصبي لذا في هذه الحالة ينصح بتناولهم على اللبن او الزبادي واذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة فيكون من الافضل عدم تناول الاطعمة التي تحتوي على الثوم وتعتبر هذه الحالة من اهم الحالات التي يجب توخي الحضر منها اذا كنت ايضا تعاني من مشاكل الكبد قد يسبب الثوم تقليل فاعلية بعض الادوية الخاصة بالكبد وبشكل عام تتأثر فاعلية جميع الادوية الطبية عند تناول الثوم ونسأل السحة والعافية للجميع اتمنى ان تكون قد استفدت واستمتعتم مشاهدة هذا الفيديو ولا تنسى دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على الجرس ليصلك كل جديد ومفيد شكرا لكم على مشاهدة اللقاء شكرا لكم على المشاهدة